السلام عليكم إزايك النهاردة هقولك على واحد من أهم أسرار الرضا والسعادة بس خليك مكمل معي للآخرة واحدة من طبيعة الدنيا إن إحنا من أول ما بنبدأ وبنبتدي نجبر شوية بتدقي أهلنا يقولولنا شوية حاجات عن إزاي نستعد للحياة وإزاي نخش بقى هيبقى عندنا اختيار للجامعة وبعد كده نطلع نشتغل بعد كده المفرمة بتاعت الدنيا وبترحمش يا ابني لازم تشتغل تكون نفسك عشان تخش على الجواز وعشان تتخلف أولاد خلال الرحلة دا تحي CDs ومشأت قادم رق allied ہیں جميعنا ايه الآن اللي يقوله عليه مهتم يذبي ومتميز فبنتر 911 ان الكاثر اللي لديهم مقامات عالية و Oklahoma's Lives وظيفية عالية هم من أناس الجمدين استشنترات ايضا نبقى نقوم جمدين هنلاس رجبين ما التي نترك عربيات غالية demişتاعة sepertiторов نتركوا بالاضافية حže إذا كنا نبقى جمدين فواهندما يجبون أن يتشاء الناس المشهورة هل لا عندهم ذات الناس ونشهورون وده طبيعي جدا الانسان يعني هو ده احد اختبارات الدنيا ان انت ماشي عمال تشوف امور انت تشتهيها ولكن في النهاية كل الحاجات دي مفيش اي مشكلة انك تكتهد انك توصل لها بس وانت ماشي في الرحلة دي لازم تعلم حاجة واحدة بس ان هذه الدنيا هي دنيا ناقصة تعال بقى احنا جاينا هون عند السر اوعى تمشي هذه الدنيا هي دنيا ناقصة اللي لا يتعلم فيها مهارة الليت جو زعل خلاص تقول لي عاني ايه ليت جو لازم تتعلمي لازم تبقى فاهم ان هي كده وانت صغير بتبقى عندك وقت بس معندكش فلوس تجيب الحاجات فانت تبقى قاعد بتلتجو الحاجات اللي انت مش عارف تشتريها وتستمتع بالحاجات اللي انت قادر تعملها الذي مش مكلفه بس عندك وقت انك تعملها وعندك طقطان انك تعملها لكن لو تردت ده واقعدت تفكر 19$ تجيبها على انت صغير ومعندكش امكانيات فانت ما استمتعتش بحاجة شديو داخل الملحب اللي بعيدها في الحياة فبلد يبقى عندك شوية امكانيات بدا يبقى عندك وقت اقل واقد يبقى عندك طقطان علىLeut mr attached. فتبيدي أنت مش عارفتليت جو انفي حاجيات تعهملها بلي كدك وخلاصه دلوقتي وبقى معك فلوس تجيبي الأرض لكن مشhrيب نجيبها ومشهبت تتبسط فتبتيد تقول ملاحق انت زمان gegangen … وأنcher employees exercising and playstation او في حاجي يجب موت ويجب انتOur laptop دلوقتي عندي ومش عارف ألعب دلوقتي عندي ومش عارف أروح دلوقتي معاه فلوس مستقبع بس ما عنديش الرفاهيه ان انا روحه حسافر حتتة اللي انا كنت عائز سفره عشان انا ملتزم بالشغل هتش عادت ايه здесь тоже нужно идти eat wün ان انت عشان تاخد الفلوس ديت وتاخد هشيات دي تتجيب مسئوليات بلتي تاخد منك حاجات تانية لازم تليد جو ان انت بتجبر وتتغير ففيه حاجات خلاص bananas teign olha ومعرفتش تعملها والحياة تعدي وتخلص وانت معملتهاش والله انا جاي بكلمك من الاخر بحب بدون تجميل الحقيقة هي دي حقيقة الدنيا انها ناقصة ولازم تتعلم فيها تليت جو عشان تتبسط باللي في ايدك الناس طول الوقت حطين قدامهم حاجة انا هبقى مبسوط لما ودي واحدة من اشهر حاجاتي في الباصل السيكولوجي اللي بيقولوا عليها أنا ببوز السعادة ان انت أنا هبقى سعيد لما لما داي يجي هتلاقي نفسك انت لما داي جي انت تغيرت والظروف اتغيرت وحتاجات تغيرت فتلانسك طول الوقت حملتول انا هبقى سعيد لما هبقى سعيد لما والحياة تخلص وانت لسه لما دي بتاعتك مجاتش فالحقيقة ان انت محتاج توقف عنافسك وقفة وتتقبل اللي انت مش في ايدك انك تمسكه دلوقتي وتستمتع في اللي في ايدك دلوقتي فلو انت عايز تعلي من مجتواك الاجتماعي بيبقى معاك فلوس اكتر يلا بينا معلم انا بطلع اقول للنس كل مرة والله كل ما اتكلف عاجدي انا عايزة بقى مليوني عايزة بقى غني بس مش عايزة اخسر متعة حياتي وثمرة شبابي مش عايزة اخسر كل ده في هذه الرحلة فبعمل ايه خلاص انا هكتهد قدر الاستطاعة ان انا اوصل لهذه الاحلام بس وانا محافظ على الاساسيات اللي انا مش عايزة طيحها صحتي وقتي مع ولادي وقتي مع اهلي عباتي مع الله سبحانه وتعالى حافظ على دول وانطلق ليه لان في النهاية لو معرفتش تستمتع وانت بتعمل دول وهي دي من خير متاع الدنيا اصلا انت تبقى عندك صحبة واهل واعبادة طيبة تريح ناسيتك وعندك علاقات كويسة في بيتك دي من احسن حياتي في الدنيا فانجوي الواقع دلوقتي لو معرفتش تستمتع دلوقتي والله الجد ودي شفتها بعيني في ناس عندهم قدرات رهيبة اللي ما بعفش يستمتع دلوقتي مش ععف يستمتع بعدين لو انت مش عارف تدبست وترضى وانت تفقير مش تعرف تدبست وترضى والله وانت غني لو معرفتش ترضى وتدبست وانت معندكش موارد كتير وعندكش وظائق مش تعرف تدبست لما يعني اي تقدم انت هتعمله لو انت مش تعرف تدبست داخل kalian مش تعرف تدبست بعدين لان الانبساط ده دي مهارة انت بتتعلمها في ناس بتقعف تدبست بابسط الامور وناس ده يبقى عندها كل حاجة ما بعفوش تدبسته واحدة من الحاجات اللي كنت قارتها في بتعمله عن العالم إن كانت أكتر الدول في اختبار المشاعر الإيجابية هي دول ثقافتها فيها المتعة والهزار والضحك والسعادة أكتر من دول عندها إمكانيات غنية جدا وعندهم ملينة يعني من الآخر أكتر عشر دول أغنية في العالم ما كانوش أكتر عشر دول بيختبروا مشاعر إيجابية ليه؟ لأن والسعادة والانبساط والامتنان والفخر والحاجات دي كلها مش مرتبطة بالإمكانيات المادية بس هي فكرة ومهارة بنعيشها وبنتعلمها وإحنا عايشين فخليك دايما بمتن اللي معاك وإنجوي اللي معاك دلوقتي عشان تإنجوي اللي جاي قدام إن شاء الله ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم كلكم كلنا نبقى بنتقدم لقدام بس وإحنا مبسطين بس كانت ما يكون الفيديو ده عجبك وإن شاء الله يكون فادك وممكن تعمله شاهر وما إن شاء الله صحابك وتقول لنا في الكومنس إيه أكتر حاجة أنت بتبسط بيها دلوقتي وأشوفكم دايما يا رب أخي إن شاء الله سلام عليكم